الشغل الشاغل لدى كل دول المنطقة وليس فقط في الجمهورية الإسلامية الانتخابات الإيرانية اللي راح تصير يوم غد اللي راح يتم عليها قبال واسع من قبل شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الانتخابات الدستور الإيراني نص عليه في حال وفاة الرئيس لازم تصير أكو انتخابات مبكرة لذلك الانتخابات المبكرة اللي راح تحصل بها هواي من المرشحين من يشغل مكان رئيسي وعلى ماذا ينص الدستور في حال شغور منصب الرئاسة مثل ما تعرفون انه لازم يكون اكو انتخابات مبكرة حسب ما نص الدستور يوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع اي طارق ناتج عن شغور منصب الرئاسة وينص على ان النائب الاول لرئيس الجمهورية يتولى اداء وظائف رئيس الجمهورية او استقالته او يعني ابعاده او مرضه لأكثر من شهرين او في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات لامور اخرى من هذا القبيل يتولى النائب الاول للرئيس اداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامناء مثل ما شاهدتوا نص الدستور واضح وهذه هي قائمة المرشحين اللي راح يدخلون لصباق الانتخابات يوم غد هذه هي الاسماء مسعود بازاشكيان سعيد جليلي محمد باقر قالب باف علي رضا زاقاني مصطفى فور محمدي هذا المرشحين اللي راح يخضون غمار الانتخابات يوم غد اللي راح يكون عليها قبال واسع من قبل الشعب الايراني بخصوص الانتخابات المبكرة بعد استشهاد الرئيس الايراني طبعا عندنا تغريدة من الامام الخامنئي يقول من هو الاصلح في الانتخابات الرئاسية هو ذاك الشخص الذي يمتلك اعتقادا حقيقيا باسس الثورة الاسلامية وهو الكفو الذي لا يعرف ليلا من نهار ان الشخص الذي يتمتع بهذه الصفات يستطيع ان يوظف كل قدرات البلاد هذه هي تغريدة الامام الخامنائي بخصوص الانتخابات نتمنى التوفيق للشعب الايراني يوم غد في انتخابات اللي راح تحدث وان شاء الله الموفقية والنجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة